أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبياء ورسولين وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته أشرنا في حلقة سابقة إلى أن المسلمين فقدوا كل وسيلة من الوسائل التي تمكنهم من حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي بأيدي المشربين ورقة رابحة لو أحسننا عرضها على الناس لأسلم غالبية أهل الأرض والأعداء أسقطوا من أيدينا كل سلاح نستطيع دفاع به عن دمائنا وأرواحنا ومقدساتنا ولم يبقى بأيدينا يعني ورقة نكسب بها يعني الناس إلا إثبات منهجية يقبلونها صدق القرآن الكريم وصدق نبوء السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحدثنا في حلقة سابقة عن أكثر من عشر ضوابط لابد من توظيفها في الدخول إلى هذا المنهج يعني التعامل مع قضية الإجازة العلمي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية البطهرة يحدث إلى ضوابط والذين يدخلون إلى هذا المجال بغير التزامن بتلك الضوابط يفسدون أكثر مما يصلحون تكلمنا عن عشر أو أكثر من عشر ضوابط ونكمل بعض الضوابط البغية في هذا اللقاء إن شاء الله ومنها الضوابط الثالث عشر توظيف الحقائق في الاستشهاد على الإجازة العلمي في الآية أو الآيات القرآنية الواردة في الموضوع الواحد أو في عدد من الموضوعات المتكاملة طبعاً كما أشرت هذا في الملموس المدرك من قضايا هذا الوجود الرابع عشر ضرورة تمييز بين المحققة للذلالة الإشارة العلمية في الآية القرآنية الكريمة والناقل لها يعني للأسف الشديد لم نتعلم يعني من آداب البحث العلمي الأساسية لم نتعلمها والأمر تأتائها تماماً يعني من الحق ومن العدل أن أنسب الفضل لصاحبه أي عالم العلماء اجتهد في تحقيق آية قرآنية الكريمة أو حديث نبو الشريف ووصل منه إلى حقيقة علمية يصلح أن تقدم كورقة دعوة لأهل زماننا الذين فتنوا بالعلم ووطياته فتنة كبيرة أقدم ذلك أنا لم أصل ولكن غير يوصل حينما أشير إلى هذه الحقيقة لابد من التأكيد على أول شخص ناقشها ووصل فيها إلى فهم صحيح فيعني نراوي القضية غير محقق القضية والتحقيق قضية علمية أصغيرة خامس عشر تأكيد أن ما توصل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة أو الحديث النبو الشريف ليس منتهى الفهم لهذه الآيات فالقرآن لا تنتهي عجائبه ولا يقلقه على كثرة الرد سادس عشر اليقين بأن نص القرآن الكريم قد يأتي في مقام تشبيه أو المجاز أو ضرب المثل ويبقى من الناحية العلمية دقيقا دقة مطلقة لأن هذا هو كلام الله الذي خلق أو رواية الرسول صلى الله عليه وسلم الموصول بالوحي المعلم من قبل خارق السماء والأرض سابع عشر الأخذ في الحسبان إمكانية لانطلاقنا الآية القرآنية الكريمة للوصول إلى حقيقة علمية لم يتوصل العلم المكتسب إلا شيء منها بعد يعني ما اهترامنا للتقدم العلمي الذي حدث في زماننا إلا أن علم الإنسان يبقى علما جزئيا لا يصل إلى الكليات والكليات هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عدم التقليل من جهود العلماء السابقين لأن في كل عصر كانت الإنكنات مختلفة يعني عن العصر الذي يليه فلابد أن نأخذ ذلك في الحسبان تاسع عشر ضرورة التفريق بين قضيتي الإجازة العلمي والتفسير العلمي وكثير من الناس لا يفرقون الإجازة العلمي هو إثبات سبق القرآن الكريم بعدد من الحقائق العلمية القاطعة التي أثبتها العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بألف ورمائة سنة هذا هو الإجازة العلمي أما التفسير العلمي ومحاولة بشرية لفهم ذلالة الآية القرآنية الكريمة يعني قد يوفق فيها الإنسان وقد لا يوفق الإجازة العلمي لا يوظف فيه إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية والعلم يصل إلى حقائق أما التفسير العلمي والله إذا لم أجد الحقيقة التي تعني على التفسير أستخدم الظاهرة أستخدم التجربة العلمية أستخدم المشاهدات يعني ليس بالضرورة في التفسير العلمي أن ألتزم بالحقائق إذا لم تكن موجودة الشرط العشرين اليقين بصحة كل ما جاء في القرآن الكريم يعني إذا اختلف فهمي لما جاء صراحة في الآية القرآنية الكريمة يسقط فهم الإنسان ويبقى القرآن الكريم فوق الرؤوس الحادي والعشرين يجب تحرد دقة المتناهية في التعامل مع كتاب الله وإخلاص النية في ذلك وتجرر له من كل غاية شخصية أو مكاسب مادية ويجب على المشتغلين بدراسة القرآن الكريم أن يتذكروا دائما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار هذه الضوابط أضعوها في كل كتاب كتبته عن الإعجازة العلمي في القرآن الكريم لأن هذا مجال إذا دخله الإنسان بغير الضوابط أفسد إفسادا كبيرا كثير من الإخوة يتخيل أن هذا مجال لا ضوابط فيه ويتشاكلون حتى في التسمية لا يريدون قبول الإعجازة العلمي ويقول الحق العلمي وذا لست أدري ما الفارق بين الإعجازة العلمي والحق العلمي يعني اللجاجة في هذا الموضوع من بعض الذين لم يدخلوه ولم يحققوا شيئا فيه يعني تربك الناس كثيرا والمفروض يعني أسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا مجال يعني جربته مع كثير من غير المسلمين ووجدته أنه الورقة الرابحة الناجحة في إخناع غير المسلمين بصدق القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يعني تتحمس الجماعات الإسلامية على الاهتمام بهذا الموضوع لأنه طالما بقي هذا الموضوع خارج الجامعات وخارج الدرسات العليا بالذات يعني ستحدث فيه أخطاء كثيرة يعني ويلقى الباطل على الحق يعني فيرتبك الناس في فهم أهمية هذا الموضوع وذلك أكرر أنه يعني لم يبقى بعيد المسلمين من ورقة رابحة يكسبون بها يعني عقول ومفاهيم المعاصرين لنا على هذا الكوكم إلا ورقة الإعجازة من فران كريم لأن الرسالات السابقة على بحثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها ضاع وما بقي منها من ذكريات تعرض ولا زال يتعرض للتحريف بعد التحريف والتبديل والتغيير والاختلاف والاتفاق لذلك يعني ليس بين أيدي الإنسان من بيان ينجي يفهمه حقيقة رسالته في هذه الحياة إلا القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعانني الله تعالى وإياكم على حسن التبليغ عن الله وعن رسوله وعلى فهم أهمية الإجازة العلمية في القرآن الكريم وحسن تقديمه لأهل عصرنا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته